بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله رح نكمل في الانتغريشنز اليوم رح نحكي عن الاخترانات المتشعبة انه التكامل من صفر لبي for fx.dx where fx equals to sine x من صفر لبي على 2 وcosx من باي على 2 إلى باي هذا هو الاقتران fx انا بدي التكامل من صفر لبي مع انه بدي التكامل من صفر لبي اذا التكامل طبعي ما رح يكون تكامل واحد رح يكونوا two integrations الاول من صفر لبي على 2 والتاني من باي على 2 إلى باي شو هي قاعدة الاقتران من صفر لبي على 2 هي sine x.dx شو هي قاعدة الاقتران من باي على 2 لبي هي косون وشو تكامل ال sine تكامل السين منص كوسين X من صفر إلى باي على تينين زائد طبعا عنديها زائد شو هو تكامل الكوسين تكامل الكوسين هو كوسين هو سين X من صفر إلى باي على تين يعني راح نقول سالب كوسين الباي على تينين زائد كوسين الصفر زائد سين الباي على تينين نقص سين الصفر equals to صفر زائد واحد زائد صفر نقص واحد equals to zero إذن هادي هو جواب الانتغريشن التكامل الثاني أعطاني تكامل القيمة مطلقة من صفر تينين لا تينين للأبسوليوت value for X plus one dot d X أول إشي بنعيد تعريف الاقترار نحن نكتب F X equals to X plus one and minus X minus one بدي بدي أياه هون إش صفر القيمة المطلقة صفر القيمة المطلقة هو سالب واحد إذن بدي هاي القيمة لما X أكبر من أو بتساوي سالب واحد هاي القيمة لما X أقل من سالب واحد يعني التكامل عندي رح يكون من سالب 2 لسالب 1 زائد التكامل من سالب 1 لتنين طبعا لf.dx لf.dx التكامل الأول كان x زائد 1 احنا عم نمشي من سالب 2 لسالب 1 اذا اول شي رح يكون سالب x ناقص 1 خلينا نكتبها هون التكامل من سالب 2 لسالب 1 لx plus 1 dot dx ام سوري التكامل من سالب 2 لسالب 1 رح يكون من من سالب 1 لانو القيمة اقل من سالب 1 زائد التكامل من سالب 1 لتنين لأكس زائد واحد equals to شو تكامل السالب اكس سالب اكس تربيع على تنين وشو تكامل الواحد تكامل الواحد اللي هو بلوس اكس هاد الكلام من سالب 2 لسالب واحد بلوس تكامل الاكس اكس تربيع على تنين وتكامل الواحد اكس والفترة هي من سالب واحد الى تنين لما نعوض السالب واحد ونعوض الثنين بالفاينال انسر والبي فايد بامكانكم انكم تعوضوها وتتحققوا منها في الاقاعدة بتحكي الله اذا كان التكامل من ا الى ب فور اف اكس بيعطينا FB-FA وفعليا عم يعطينا اقتران جديد نفس الاقتران عم بنعوض في B وبنطرح منه قيمة تعويضه في A where D over DX4 Fx equals to التكامل يعني التكامل عم يعطينا هاد يعني احدهم مشتقة للتانية يعني F-FA بيعطينا Fx-0 اللي هي Fx خلينا ناخد اكزامبل علشان الفكرة تكون اوضح بالنسبة للكم D over DX4 X from 1 to X for T to the 3 sin T DT equals to X to the 3 sin X شو يعني؟ يعني التكامل من 1 إلى X طيب يعني انا بقدر اقول D over DX للتكامل من 1 إلى 3 for T to the 3 sin T dot DT equals to D over DX F3 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 equals to 0 يلي هو يلي هو يلي هو نفس الشي لو كان D D over DX التكامل من 1 إلى 5 ل T to the 3 sin T dot DT انا عم بشتق بالنسبة لـ DT ورح يعطيني D over DX يلي هي المشتطة D over DX لـ F5 minus F F F1 ورح تكون equals to minus X to the 3 sin X طيب خلينا ناخد أرقام ونشوف إمتا منقدر نشوف إذا كان منبتج أو تكامل أو يتكامل F F equals to from zero to X for one minus T to the 2 E to the T to the 2 عم بيقيني لنا وين ال-Values يلي الاقتران فيهم رح يكون increasing يعني عم يطناقص رح نقول D over DX اللي هي المشتقة لا fx equals to d over d x for what for fx minus f a f0 f0 اللي ما بدنا نحوضها في التكامل اللي هو اصلا راح يكون one minus x3 times e to the x to the two يعني بدلنا مش اشي كتير مشكلة بدنا يكون بساوي الصفر بساوي الصفر امتى يعني انا راح يكون في عندي one minus x تربيع equals to zero يعني x تربيع بتساوي موجب وسالب واحد sorry x بتساوي موجب وسالب واحد و e to the x to the two اللي هي هاي القيمة مش ممكن انها بوقت من الاوقات تساوي صفر ليش؟ ما في اعدد مرفوع لأسس يعني e مش ممكن ارفعها لأي أسس تقوم بالآخر تكون صفر القيمة ممكن تكونها اللي هي واحد لما تكون مرفوعة للقوة صفر اذا الاغتيران نرجع نحكي عن f برايم زي لما كنا نحكي زمان عند النقاط سالب واحد وواحد اقل من السالب واحد القيم سالبة اكبر من السالب واحد القيم موجبة بتظلها موجبة لعند ما نوصل للواحد لما نوصل عند الواحد بترجع القيم من اول وجديد سالبة اذا الاغتيران هون عم يتناقص عم يتزايد عم يتناقص طبعا بتقدروا تاخدوا اي point وتعوضوها عشان تشوفوا اذا كان موجب او سالب اذا الاقتيران رح يكون بالفترة مع بين سالب واحد وواحد هل ناخد كمان مثال fx equals to التكامل من صفر الى sinx اذا كان التكامل هو one plus t تروية تحت الجذر وعطاني gy اللي هي التكامل من صفر من ثلاثة الى y for fx وطلب مني g double prime شو رح أساوي انا معي قيمة g رح أقول g y اللي هي التكامل من ثلاثة الى y for fx dot d x هذا التكامل اللي هو gy minus g3 g3 بيعطينا zero اذا رح يكون بس gy I'm sorry fy y هذا الحكي اللي هو مشتقة g and y d over dy for gy يلي هو رح يكون التكامل من صفر ل siny y الاقتران نفسه one plus t تروية تحت الجذر dot dt t بعدين بدنا المشتقة التانية اذا رح نقول f for sin y minus f zero يلي هي رح تكون cosine y times l integration نفسه بس مكانة t رح نحط sine يلي هي one plus sine تربيع y one plus sine تربيع y يلي هي ال cosine إذن رح يكون هديك minus إذن هاي رح تضلها زي ما هي one plus sine تربيع y إذن رح يصير عندي cosine by over six times تحت الجذر one plus sine تربيع by over six يلي هو التكامل نعوض القيم رح يكون جذر الثلاثة على تنين ضرب جذر الخمسة على تنين يلي هي جذر الخمسطاش على تنين إذن عمل له هذا الكلام بقى نطلب المشتقة الثاني فأمنا بالخطوات مرتين هون احتجنا بس المشتقة الأولى فعملنا الخطوات جاستواز هيك بنكون خلصنا إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير ما تنسوني من دعائكم وبتمنى لكم كل التوفيق